صرنا براس السنة ولازم تتعلموا جمل تقال بهذه المناسبات في ألمانيا بلغة ألمانيا وكيف تجيبون على هذه الكلمات أو المقولات التي تقال بأين منوت دويتش لعن خلونا نشوف نقول اتمنى لك اتمنى لحضرتك يعني لكان بالاحترام بعض الجمل هاي وتقال أحيانا بدون إيش ونش دي ولا إيش ونش إينا فروة وينخطن فروة وينخطن أو فخوليشة وينخطن طبعا عيد ميلاد مجيد أو شونة فيعتاقة شونة فيعتاقة دائما باللغة المحكية تقال فقط هذه الجمل شونة فيعتاقة إنه أيام وطلع سعيدة تمام نسمع أيضا إذا شخص ما رح تشوفه لبعد رأس السنة فتقول فروة وينخطن 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 ميلاد مجيد وكل عام وانتم بخير بس سنة الجديدة وانخطن جديدة جميلة أو يعني سعيدة للمعايدة برأس السنة بالسيلفستر ممكن أن أقول أتمنى لك زحلقها جيدة بالسنة الجديدة نختصر هاي تقال بشكل كتير كبير جوتن غوتش جوتن غوتش يعني تزحلط بشكل جيد على السنة الجديدة يعني إنه تجتاز هاي السنة بصحة وبشيء جيد بأماني سعيدة وممكن أيضا نقول كوم جوت أو كوم جوت غيبة كوم جوت غيبة إنه يعني إن شاء الله تتجاوز هاي السنة بشكل كويس أو جيد بعد رأس السنة بعد رأس السنة إذا شفت حد لازم تقول لهذه الجملة هنا بألماني لازم تهنيه بالسنة الجديدة أو تتمنى له حظا سعيدا في السنة الجديدة دائما من تاريخ واحد واحد إلى تاريخ عشرين واحد ممكن تتمنى له حقيقة شخص بتشوفه لأول مرة بالسنة الجديدة بهذا الشيء تقول له فرويس نويس فرويس نويس يعني سنة جديدة بمعنى هني بيختصروا كتير إش فونش دي أين فرويس نويس يار أتمنى لك سنة سعيدة مليئة بالنجاح أين جزوندس يار فرويس نويس أين جوتس نويس كل هاي الجملة تقول أما إذا بدك تجاوب على هاي الجملة فبكل بساطة بتستخدم ديا أوخ ديا أوخ أو إينا أوخ أو إينا أوخ يعني إلى حضرتك بتمنى هاد الشيء أو إلك بتمنى هاد الشيء وده إيبن فالس وده جليش فالس هود كل الكلمات هاي تقول بها الشغلة